وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتوسع في جهود تصنيع المكونات الخاصة بإنتاج الطاقة الجديدة والمتجددة لسيما توربينات الرياح والألواح الشمسية وذلك لتعزيز دور الطاقة المتجددة بهدف تنويع مصادر إمدادات الطاقة التي تعتمد عليها عملية التنمية في الدولة جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده الرئيس عبد الفتاح السيسي مع رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي ووزير الكهرباء والطاقة المتجددة محمد شاكر وقد استعرض وزير الكهرباء المشروعات القومية في قطاع توليد الكهرباء من الطاقة الجديدة والمتجددة خاصة التي تعتمد على طاقة الرياح والطاقة الشمسية بالتعاون والشراكة مع الخبرة الأجنبية وذلك في إطار استراتيجية مصر للطاقة المتكاملة والمستدامة التي تهدف للوصول إلى نسبة 42% للطاقة المتجددة من مزيج الطاقة الكهربائية في مصر بحلول عام 2035 خاصة مع قرب استضافة مصر للقمة العالمية للمناخ في شهر نوفمبر المقبل بشارم الشيخ كما استعرض وزير الكهرباء مستجدة التعاون مع الخبراء الدوليين في مجال توريد طاقة الهايدروجين الأخضر باستخدام الطاقة المتجددة وفقا للاستراتيجية الوطنية في هذا الخصوص حيث وجه الرئيس سيسي باستمرار تعزيز الجهود في هذا الإطار في ضوء الاهتمام العالمي المتنامي بمشروعات الهايدروجين الأخضر باعتباره مصدرا واعدا للطاقة في المستقبل وأضاف المتحدث الرسمي أن رئيس سيسي طلع كذلك على مستجدات مشروعات الربط الكهربائي مع دول الجوار خاصة المملكة العربية السعودية وكل من اليونان وقبرص